الصحي في اليمن تأثر كثيرا بفعل الحرب التي تشنها ميليشيا المخلوع الصالح والحوثي على المحافظات اليمنية فتوقف الكثير من المستشفيات عن العمال خاصة في تعز وانتشرت أوبيئة وأمراض لم تكن موجودة من قبل أخطرها الكوليرا والسل الرئوي أطلقت معها تحذرة متكررة من وقع كوارث صحية كانت الصحة سابقة تعاني من الشلال فالآن أصبحت في حالة مرحلة الغيبوبة وتوقفت الخدمات الصحية المقدمة وانتشرت الأوبيئة كالسل الرئوي الذي كان انتهى تماما والشيقلة والكوليرا وهذه اللجاة بينما الآن نشكر مركز الملك سلمان وصندوق قطر الخيرية ومؤسسة السبول والمنظمات المجتمعية التي قامت بمساعدة الصحة والخروج من المازق الصحية تحذيرات لم يتجاوب معها سوى بعض الأهلة الخليجية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي بذل جهودا كبيرة في تأهيل ودعم الكثير من المستشفيات في اليمن ليس آخرها مستشفى الثورة في تعز ونفذ أكثر من أربعين برنامج صحيا وتوفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية وأدوية السرطان وتأمين الأكسوجين وغيرها كل ذلك السفاد منه أكثر من 16 مليون و647 ألف يمني الحقيقة أن بصمات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تعز بصمات واضحة ومنذ بداية الأزمة وحصار هذه المدينة يكاد يكون المنقذ هو مركز الملك سلمان وأنا قلت في مناسبات سابقة أن يكفي شرف لهذا المركز أنه قام بأول إنزال قوي على مستوى المنطقة وعلى مستوى مناطق الصراع في الشرق الأوسط الأمر الذي لم تستطع الممتحدة القيام به في سوريا فإذن المستشفيات الآن تتلقى المشتقات النفطية تتلقى الأدوية من مركز سلمان لم يتوان مركز الملك سلمان ومنذ الوهلة الأولى في تقديم كل المساعدات الطبية أو الإغاثية أو الإنسانية في أنحاء اليمن للفئات الأكثر احتياجا عبر الشركاء المحليين أو الدوليين كلما شرف الوضع الصحي في اليمن على الانهيار سارع مركز الملك سلمان للوقوف حاجزا أمام هذا الانهيار ومد المستشفيات بعوامل الاستمرار محمد الحذيفي لبرنامج المشهد اليمني من مدينة تعز